توافق بين الرئيس السيسي والرئيس التونسي بشأن مكافحة الإرهاب وقضايا الأمن القومي إحصاء لرويترز يؤكد إصابة أكثر من 134 مليون من الأشخاص بفيروس كورونا حول العالم بعد لقاءاته مع القادة العراقيين في بغداد أبو الغيت يؤكد دعم الجامعة العربية لسيادة العراق الرابع صباحا الثانية بتوقيت جرينش مجزون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مباحثاته مع الرئيس التونسي قيس سعيد عكست إرادة مشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي أكد السيسي أن المباحثات عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها يأتي ذلك بينما قام الرئيس التونسي قيس سعيد بجولة في المواقع التاريخية بالقاهرة رافق الرئيس التونسي وزير السياحة والأثار خالد العناني حيث طلع خلال الجولة على ما تتميز به المواقع التاريخية والدينية في القاهرة أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 134 مليون وتسعمائة وثلاثين ألف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفاً وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مائتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر من عام 2019 سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة ثلاثة من عشر بالمائة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة ألف حالة وبحسب بيانات جامعة جونس هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء فقد جاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من مستوى الزيادة المسجل على مدار الأسبوع الماضي والذي كان اثنين من عشر بالمائة وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت إلى أربيل بعد أن اختتم لقاءاته في بغداد مع عدد من القادة العراقيين وأكد أبو الغيت خلال لقاءاته مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاذمي ووزير الخارجية فؤاد حسين أن الجامعة العربية مستمرة في دعمها ومساندتها للعراق وهي تقف إلى جواره في سعيه لتذبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز التوازن في علاقاته الإقليمية يخطط المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كاري للسفر إلى الصين خلال الأسبوع القادم في مساعي للتعاون في ملف التغير المناخي وسط توطرات تشهدها العلاقة ما بين البلدين ووفقا لما نقلت صحيفة واشنطن بوست فإنه من المتوقع أن يسافر كاري إلى شنغهاي للالتقاء بمسؤولين الصينيين لإجراء مباحثات حول خفض بيعتات الكربون ويأتي الاجتماع الأمريكي الصيني المرتقب بعد جولة اجتماعات تم عقدها ما بين الطرفين في ولاية ألاسكا في مارس الماضي شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم من جديد على رأس الساعة مع موجز لأهم الأخبار شكرا لكم على المتابعة